السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأفاضل أهلا وسهلا بكم في حصة اليوم من برنامج لقاء خاص الذي نصدف فيه شيخ النائب جواد أبو حسين النائب في البرلمان البحريني وعضو لجنة حقوق الإنسان سنتحدث عن مأزق الحوار الوطني والسؤال الأهم من يستطيع تخفيف الاحتقان الطائفي في البحرين وأسئلة أخرى سنترحها على ضيفنا الكريم أهلا وسهلا بالنائب الشيخ جواد أهلا وسهلا بك نتشرف بحضورك معنا أهلا بكم ومرحبا أهلا وسهلا في البداية ماذا يحدث في البحرين حقيقة؟ يعني هناك البعض يقول أنه هناك تعتيم عن حقيقة الأوضاع الموجودة في البحرين هناك من يرى أنه لا يوجد شيء اسمه ربيع عربي انتقل إلى البحرين هناك من يعتقد أنه ما يحدث في البحرين سببه التدخل خارجي وضح لنا الصورة وحضرتك نائب في البرلمان وجئت من البحرين كيف ترى الأوضاع هناك؟ شكرا لكم أولا سأبدأ في البدء بالنسبة إلى ما يحدث في البحرين هو يتبع بداية في الواقع هناك أجلنات خارجية هناك أياده خفية أياده ظهرت في الآونة الأخيرة تريد أن تزعزع أمن واستقرار البحرين وهناك الكثير يعني طبعا من العلامات والمؤشرات التي تدلل للقاصي والداني بأن ما يحدث في البحرين هو ليس وليد اللحظة ليس وليد اللحظة باعتبار أن هناك الكثير من المؤشرات والدلائل التي تثبت بأن هناك تدخلا سافرا من بعض الدول المجاورة وهناك أجلنات تعمل على زعزعة واستقرار أمن البحرين وضرب الاقتصاد الوطني أنا أقول ما يحدث في البحرين هو حرب تشن يشنها بعض الجماعات المتطرفة تشنها على شعب البحرين على المكون البحريني على البحرين على النظام المعيشي على النظام الاقتصادي في البحرين على النظام السياسي المستهدف اليوم في البحرين هي البلد مستهدفة البحرين مستهدفة الاقتصاد الوطني مستهدف المواطن الذي يرفض تلك الأجندات أيضا مستهدف المواطن العادي الذي يريد أن يعيش بأمن واستقرار وسلام وأمان في أحضان الدولة التي ترعاه من جميع من كافة شؤونه هو أيضا مستهدف الحياة النظام المعيشي في البحرين أيضا مستهدف في الواقع ما يحدث في البحرين هو ليس وليدة اللحظة وإنما كان من سنوات وكان يخطط ويعني تعدل عدة لاستهداف البحرين بهذه الصورة البشعة التي رأها العالم نعم لكن سيد الكريم المعارضة البحرينية تقول أنه لا خيار أمام النظام إلا الاستجابة للمطالب التحررية لشعب البحرين في التحاول الديمقراطي وإقامة دولة العدل والمساواة والمواطنة السياسية يعني هم يحملون شعارات قد تكون يراها البعض أنه مطالب هي لها علاقة بالحقوق بحقوق المواطنة في البحرين والمساواة وإلى آخره كيف ترى هذا الطرح؟ نحن في دولة القانون والمؤسسات وذولة يا سيدتي تقوم برعاية كافة المواطنين نحن في أحضان الدولة التي عشنا وتربينا لا أتحدث فقط عن نفسي وإنما أتحدث عن الرأي العام الرأي العام ما يقول هو أن النظام في البحرين في الواقع نظام قدم الكثير للبحرين وقدم الإنجازات وخلق المكتسبات وأوجد الإنجازات على الأرض هناك الكثير من الإنجازات التي تحققت في البحرين يا سيدتي الحريات في البحرين الآن منتشرة بواسع لا يصدق يعني بأوجه لا تصدق الحريات الدينية لدينا في البحرين منتشرة واسعة جدا لا يمكن لأحد أن يعتدي على حريتك الدينية أو طقوسك الدينية أيضا الحريات الثقافية في البحرين موجودة الحريات الفكرية الحريات الاجتماعية الحريات الاقتصادية فبجميع أصنافها موجودة في البحرين منذ يعني دشن جلالة البلاد عاهل البلاد المفدة المشروع الإصلاحي وهو يعتبر من أكبر المشاريع في دول الخليج يعني وهذه شجاعة في الواقع من العاهل عندما دشن هذا المشروع الإصلاحي الكبير الذي يؤسس لدولة المواطنة يؤسس إلى التعددية يؤسس إلى الخير العام يؤسس إلى التعديل الوضع وترقية الوضع المعيشي للمواطن البحريني بصورة عامة في الواقع هذا المشروع العظيم يجب أن يكون هناك دعم كبير جدا لهذا المشروع لأن في الواقع هذا المشروع أعطى الكثير وقدم الكثير للمواطن البحريني والشعب سندعا أعود للحديث عنها سيد ولكن كان لديك العديد من اللقاءات الصحفية والتصريحات ذكرت أن الدعوات غير القانونية لن تؤدي إلا لمزيد من انقسام وانسداد أفق الحلول تتحدث هنا عن الاحتجاجات التي تخرج كل يوم في شوارع البحرين؟ نعم ما يقلقني يا سيدتي وما يوضعني في ويوضع الآخرين ويوضع المجتمع البحريني ويوضع أهالي المناطق والمحافظات في مملكة البحرين هو العنف المتصاعد في الشوارع والطرقات هو حالة التدمير والتخريب والاعتداء على المرافق العامة تخريب المنتزهات تخريب الحدائق عفوا أنا أفترك في هذا النقطة الإضرار بالطرقات العامة الطريق العام كلفت عليه الدولة أكثر من 4 إلى 5 مليون طريق مجهز بجميع الخدمات في لحظات توضع الحرائق وجسد بالصخور وتوضع أمور لا يمكن هذا السكوت عنا سيد أفهم من كلامك أن الاحتجاجات ليست احتجاجات سلمية هذا ما قصت أنه طبعا الاحتجاج السلم يا سيدتي هو من يريد أن يحتج سلميا يجب أن يكون احتجاجه صحيا لا يؤدي بالإضرار بالآخرين يعني أنا الآن أأتي وأعطل مصالح الناس مصالح وموارد أرزاق الناس وأعطلها وأسبب شرق كبير في الحركة وأؤزم وأسبب زحمة في حركة السير والمرور وأتسبب في ارتكاب حوادث وأتسبب في تعطيل وضع معيشة كامل يختص بكافة المواطنين وأنا أقول بعدين أتحدث بأقول أني أنا أطالب بأمور معيشية طيب إذا أنت تريد أن تطالب بالأمور المعيشية كنت أنت في البرلمان وتحتل 18 مقعد لماذا لم تطالب بالأمور بإصلاح الوضع المعيشي للمواطنين مع أن الدولة لديها برامج تقوم بإعطاء المواطنين أيضا بدل السكن هو بدل إيجار بدل السكن الذي لا يحصل على خدمة إسكانية أيضا الدولة تقوم بإنشاء الوحدات السكنية للمواطنين وهناك دعم من قبل وزارة الإسكان تقدمه إلى كافة المواطنين بدون استثناء نعم يعني هذه الاحتجاجات ربما أخذت منحا آخر وحتى أنه يقال أنه أججت النعرى الطائفية في البلاد تعليقك على هذا يا سيدتي من أججها من خلق الحزازيات من أشاع الاتهام من أشاع الأباطل من قسم المجتمع إلى فستاتين وأكثر من خلق تلك الافتراءات ومن خلق الكراهية من أوجد هذا الشرخ الكبير في المجتمع البحريني هي جمعية الوفاق يعني يا سيدتي نحن نعلم أي معارضة المعارضة مطلوبة في كل مجتمع من المجتمعات في كل بلد من البلدان المعارضة مطلوبة ولكن يجب أن تكون صحية المعارضة الصحية هي التي تبحث عن أفضل الأساليب والطرق لإصلاح الوضع ولتقديم أفضل الخدمات وأفضل الأمور للمواطنين وليس التعدي على حريات الآخرين توضيحا للمشاهدين تحدثت عن جمعية الوفاق هل هي جمعية تمثل الشيعة في البحرين؟ جمعية الوفاق لا تمثل كل الشيعة في البحرين وإنما تمثل فقط المنتمين إليها والذين يعني طبعا يؤمنون بها هل هم كانوا وراء الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من عامين؟ طبعا ولذلك الدليل على ذلك هناك الكثير من التصريحات إلى الأمين العام يقول في أحدى تصريحاته وخطبه بسلندراتها بشيطانها وهذا تصريح موثق وموجود لكن البعض ينظر إلى هذه التظاهرات على أنها تظاهرات مطالبة بحقوق المطالبة والتساوي مع البقية رأيك ذلك؟ لا يمنع يا سيدتي نحن ندعم ذلك بكل قوة ونحن حريصين أشد الحرص على دعم الحريات وحقوق الإنسان بشكل يضمن حقوق الجميع وحماية المصالح والمكتسبات والإنجازات العامة وندعم أيضا نوفر المنهجية والبيئة الصحيحة للتطوير والارتقاء والبناء للعمل السياسي والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ولكن كيف يا أختي كيف يا سيدتي يريدون ديمقراطية بهذه الصورة؟ كيف من ينشر الديمقراطية وهو يدمر المرافق العامة؟ وهو يحرق الطرقات وهو يشعل النيران أمام المنازل وأمام البيوت؟ مع الاحتجاجات ولكن بطريقة سلمية دون التدمير ودون إذاء الآخرين هذا ما تقصده؟ يا سيدتي التعبير عن الرأي معروف هو حرية التعبير والرأي موجودة لدينا في البحرين لدينا حرية التعبير موجودة في البحرين وهي من ضمن الحريات ومن ضمن الأمور التي كفلها دستور مملكة البحرين ولكن بهذه الطريقة بهذه الأسلوب لا يمكن يعني تحرق الشوارع وتدمر البيئة وتدمر المنتزهات وتدمر وتدمر وتخلق فوضى وتسبب أرهاب للناس وتقول أنا أطالب بمطالب طيب يا أخي طالب طالب بطريقة سلمية هذه ليست طريقة سلمية صدقيني يا سيدتي 24 ساعة الطرقات مشتعل نار طيب كيف نتحرك المواطن؟ كيف يتحرك؟ كيف يذهب إلى عمله؟ كيف يذهب إلى شؤونه؟ كيف يقوم يؤدي أموره الباقية المعيشية؟ مواقفك على كل حال سيد الفضيل ربما أثارت غضب بعض أطراف المعارضة وتعرضت لبعض المضايقات يريد تحدثنا عن القصة تحديدا بالفعل أنا تعرضت عندما ترشحت للمجلس النيابي تعرضت إلى الكثير من الاعتداءات والمضايقات وبحجم حتى تعرضت إلى نوع من الاختيال ولكن ولله الحمد نجوت من هذا الأمر ولذي ما يثبت ذلك طبعا لذي الكثير من الأمور التي تعرضت إليها وتعرضت منزلي طبعا وأسرتي تعرضت أهلي هناك تمت مقاطعتي يعني من قبل التحريض على مقاطعتي وهذه صورة صورة تعبر عن أمر من ما تعرضت إليه هذا الشيء يعني بسيط أيضا هناك ما هو أكبر من ذلك تمت يعني تم الاعتداء على منزلي نعم يمكنك تخلي الصورة قليلا حتى المشاهدين يتابعوا يعني تم الاعتداء على منزلي وكتابة ألفاظ تسقيطية ونعت بأبشع الألفاظ التسقيطية وتم تخويني وتم التعدي على أسرتي وتم التعدي علي أنا هذا فقط لأنك تخلفهم الرأي يعني فقط أختلف معهم في الرأي والرأي والرأي الآخر وأقول أن الديمقراطية هي الرأي والرأي الآخر وهذه ليست من الديمقراطية في شيء من يطالب بالديمقراطية يجب عليه أن يؤمن بالرأي والرأي الآخر والرأي والاختلاف في الرأي لا يحسدوا في الود قضية فهذا أيضا هناك أمر من الأمور هذه طبعا كتابة في المنزل داخل المنزل هي خارج المنزل على حائط المنزل قريبة من بوابة المنزل الرئيسية تمت كتابة هذه الألفاظ طبعا وهذا نوع من التحريض نوع من الشحن شحن الناس ضدي حتى يتم الاعتداء علي بشكل واضح هنا يا سيدتي أنا أصلي خارج المسجد مع الجماعة المصلين لماذا؟ حدثنا عن قصة هذه الصورة هذه الصورة طبعا ترجع إلى سنة 2006 عندما أقر مجلس النواب عفوا 2002 أقر مشروع كادر الأمة والمؤذنين تقدمت بطلب إلى إدارة الأوقاف وتمت مهاجمتي وتردي من المسجد وأنا أصلي خارج المسجد فهل هذه يا سيدتي وأنا أناشد السادة المشاهدين الكرام يا سادة يا مشاهدين يا كرام هل هذه الديمقراطية التي تدعو إليها جمعية الوفاق؟ ومن ينتمي إليها؟ هل هذه حرية الرأي؟ هل هذا يعتبر من التعبير في حرية الرأي؟ هل هذه حرية رأي؟ مهاجمة إمام جماعة يصلي بالناس معتقدين فيه تمت مهاجمتي بأبشع الصور البشعة وتم طردي من المسجد وتم تخويني وتم الاعتداء علي بل تم ضربي أيضا حتى أترك ذلك المسجد وتركت لهم المسجد يعني هناك أيضا تصريح صحفي هناك بعض المعلومات ذكرت أنك تناشد القيادة والداخلية اتخذ إجراءات سريعة فأنت تعاني جسدين ونفسين وفكريا وأيضا أنت تتهم بشكل مباشر جمعية الوفاق لأنها من تحرط ضدي هي من تحرط ضد المواطنين الذين يختلفون معها في الرأي أنا أختلف معهم في الرأي لأني أنا أريد ألا إنسان وسطي معتدل هذه طبعا صورة توضح حجم المعاناة التي تعرضت لها والتي وقعت عليها عندما تقدمت بطلب ضمي في الكادر الوظيفي الذي صوت عليه مجلس النواب أيضا هذه صورة توضح حجم التكسيرات والاعتداءات البشعة التي تعرض لها منزلي هذه صورة وهذه صورة أخرى أيضا نفس الصورة تقريبا نفس الصورة إلى نفس الباب وهذه صورة أيضا توضح حجم الألفاظ والنعوت التي نعوت بها نعم اسمح لي أيضا قرأنا لك أستاذنا الكريم وتحديدا حول الحوار الوطني أن الحوار الوطني اعتبرته جزء مهم للتواصل فيما بين أبناء الوطن الواحد وسماع أراء بعضهم البعض وهواجس بعضهم البعض والوصول إلى التوافقات التي تقود البلد إلى مزيد من التطور والنماء أين وصل الحوار الوطني؟ خاصة أن جلالة الملك في أكثر من مناسبة يعني كرر أنه يجب أن يتم الحوار الوطني وتجمع جميع الأطراف على طاولة واحدة حرصا منه على مصلحة البلاد رأيك بذلك قلت يا سيدتي نحن مع الحوار ومع تطبيق القانون وإرساء دولة المؤسسات ونرفض الغاء الآخر مع حجم الأضرار التي قامت بها مع حجم الفضائع التي قامت بها جمعية الوفاق وأتباع جمعية الوفاق أنا أؤكد أن دعوة العاهل المفدة جلالة الملك كانت بمثابة خارطة طريق للخروج من الأزمة وأيضا ترسم المشعل من المشاعل النور للمرحلة المقبلة من العمل الوطني والسياسي في مملكة البحرين تحت قبة البرلمان وأنا قلت بأن لا شك أن نحن في البحرين ندعم الحوار ونحن مع الحوار الصادق ونحن مع الحوار الجاد ولكن هناك يعني يجب على الجمعية الوفاق وعلى الجمعيات السياسية وبعض الجمعيات السياسية ولا أعمم وبعض الجمعيات السياسية سياسية المعارضة نعم يجب عليها أن تقوم بتنظيم أوراقها تنظيم الأوراق ومراجعة حساباتها هو كفيل هو بحد ذاته كفيل إلى الانخراط في الحوار لا يا سيدتي كيف أن خرط في حوار وأدعو إلى حوار وأقول تعالوا اجلسوا كل الأطراف تجلس على طاولة الحوار والعنف ما زال يرتكب في الشوارع ويعتدى على الأبرياء ويعتدى على الناس وتعطى المصالح العباد لا يجوز ذلك هذا أمر لا يمكن أن أتحاور في ظل هذا العنف المتصاعد يجب إيقاف العنف هي الوفاق من ربت الناس على العنف هي من عودتهم على العنف هي من خلت الناس تخرج في الشوارع ودعت إلى الخروج ودعت إلى استهداف المرافق اليوم هم ربوا وعلموا الناس على العنف وقالوا تعالوا نجلس على طاولة الحوار نعم بعض المتابعين للشأن البحريني يرون أنه كان على النظام أو النظام البحريني لجأ إلى الحلول الأمنية دون السياسية رأيك بذلك؟ أنا كنت من الناس الذين دعوا ودائما وما زلت أدعو إلى تغليب الحلول السياسية نعم يا سيدتي الوضع الأمني نحن بحاجة إليه الأمور الأمنية نحن بحاجة إليها بعد انتشار الرعب والخوف والإرهاب والعنف في الشوارع والطرقات كيف الإنسان المواطن العادي يحمي نفسه إذا كان رجل أمن؟ رجل أمن يملك معدات أسلحة عنده وعنده سلاح يدافع به عن نفسه أنا المواطن الذي لا أملك شيء أدافع عن نفسي فكيف أدافع عن نفسي في ظل العنف؟ في الأوساط هذه المرعبة والمخيفة أوساط مرعبة ومخيفة لما يأتيني شاب مثلا يبلغ من العمر 20 سنة 25 سنة ملثم بهذه الطريقة مجهول الهوية ويحمل بيده منتوف قنبلة قنبلة منتوف أو أصياخ حادة من يحرك هؤلاء الشباب برأيك؟ هي جمعية الوفاق من تحرك هؤلاء الشباب هؤلاء المغررين تتهمك مباشر وصريحة نعم هذا هو أنا ليس عندي أنا أما أقول الواقع من يحرك من علم الناس على العنف هي جمعية الوفاق من رب الناس على العنف هي جمعية الوفاق من تدعو الناس للخروج للشوارع والطرقات وممارسة العنف المتصاعد على أرض البحرين هي الوفاق يجب على الوفاق أن تلتزم بالقوانين والدليل على أنها لا تلتزم بالقوانين هناك نائب رئيس جمعية الوفاق يقول يقول أنا لا أؤمن لا أؤمن بهذا النظام ولا أعترف بهذا النظام ولا أعترف بالحكومة ويقول أن القانون كل القوانين هي تحت قدمي وهو كان في السابق النائب الأول لرئيس مجلس النواب وهو من كان يشرع القوانين وهو اليوم يدوس على تلك القوانين التي هو شرعها فكيف يتسق هذا الأمر كيف تريدين يا سيدتي أن أصدق شخصا يقول أنا أطالب بالديمقراطية والتحول الديمقراطي وهو يمارس أبشع الأفعال وأكبر المنكرات يمارسها في الشارع ويمارسها على الناس الأبرياء ويمارسها على الناس البسطة أنا إذا أنا كرجل دين لم أسلم منهم أنا كرجل دين وشيخ وقاعد في محلي اعتدوا علي وكتبوا ألفاظ ونعوت ووصفوني بأبشع النعوت والأوصاف التي يعني كيف لمسلم أن يتفاوه بهذه الألفاظ وكيف لمسلم أن يحمل هذا الفكر وهذه الثقافة الغريبة على مجتمعاتنا العربية والإسلامية نحن لم نتربى على ذلك لم نتعود لم يكن في أمورنا الاجتماعية لم تكن في أمورنا الإسلامية سيد الكريم كيف يمكن للحوار أن يستمر الحوار الوطني الذي تدعونا إليه وهناك حساسيات كبيرة لهذه الدرجة بينكم وبين جمعية الوفاق على سبيل المثال يجب على جميع الأطراف وسيمة على جمعية الوفاق أن تتخلى عن هذا العنف كما ربت الناس كما عودتهم على العنف أن ترجع وتقول للناس لا تحرقوا في الشوارع لا تقوموا بالإضرار بالمرافق العامة يا سيدتي مرافق عامة تبنيها الدولة لي وللمواطنين ولكافة المواطنين حتى يتنزهون في تلك المرافق والمتنزهات والحدائق حديقة تحرق بأكملها تكسر محتوياتها كم حديقة كم منتزة تم الاعتداء عليه دم تكسير المرافق والكراسي التي فيها أخرجت للطريق وسدت بها الشوارع أحرقت الأسجار كسرت الأنوار والمصابيح لا يمكن هذا لا أصدق من يريد الديمقراطية يجب أن يكون في بيئة صالحة حتى يكون هناك حوار يجب تهيئة الأجواء تهيئة الأجواء هي الوفاق يجب عليها أن تهيئ الأجواء للحوار وهي من يجب عليها كما ربت الناس وعودتهم على مثل هذه الأعمال يجب أن ترجع الآن وتقول للناس لا تحرقوا توقفوا لا تفعلوا هذه الأفعال اسمح لي سيد الكريم أيضا مشاهدين نذهب إلى فاصل ثم نواصل مشاهدين أهلا بكم من جديد إلى برنامج لقاء خاص نرحب مجددا بالنائب الشيخ جواد بو حسين النائب في البرلمان البحريني وعضو لجنة حقوق الإنسان أهلا بك من جديد سيدنا الفاضل ذكرت أيضا في لقاء صحفي آخر عبر المواقع الإلكترونية أنك تدعو الجمعيات المعنية والأطراف كافة للانخراط في الحوار وتحدثت قبل قليل أنه ليس بالإمكان أن يستمر هذا الحوار إلا بالتخلي عن العنف هل هو هذا الشرط الوحيد للجلوس على طاولة مفاوضات واحدة أم هناك شروط أخرى؟ ذكرت أيضا في جزء آخر من الحوار بأن مصلحة البحريني يجب أن تكون فوق المصالح الشخصية أو حتى الفئوية يا سيدتي إذا اصطدمت المصالح الشخصية وإذا اصطدمت المصالح الفئوية ولا شك أن هناك في مصالح فئوية لبعض الجمعيات السياسية مصالح حزبية بالدرجة الأولى وليست مصالح وطنية عامة تصف الصالح العام أو الخير العام يعني من يبحث اليوم عن خلق هوية أو من يبحث اليوم يريد أن تكون هناك حكومة أو حكومتين في دولة أو حكومة داخل حكومة لا يمكن أن أتحاور معه بهذا الأسلوب بهذه الطريقة يجب أن يتجرد من هذه الثقافة يجب أن يتنظف العقول يجب أن تغسل من هذه الثقافة الثقافة الانفعالية الثقافة العنف والتطرف ثقافة الإضرار بالآخرين أنا أدعو أنا أؤمن أؤمن إيمانا كبيرا جدا بالحوار وأنا أدعو للحوار وأقول وأدعم وبشدة استمرار حوار التوافق الوطني وأعتبر اعتبارا جديا بأن الحوار هو الطريق السليم للوصول لتوافقات وطنية جامعة وأسس لعمل سياسي صحيح ونظيف يشترك فيه كل الأطراف المؤثرة في الحياة السياسية والبرلمانية لا شك أنه سيحمل لكثير والمزيد من المكاسب والإنجازات للبحرين وللشعب وللأجيال المقبلة ولكن يا سيدتي كيف يكون هناك حوار وطاولت حوار والعنف المتصاعد في الطرقات والعنف والأفعال التي تحدث بشكل يومي في الطرقات من حرق ومن تدمير ومن الاعتداء على رجال الأمن إذا كان رجل الأمن هو مسلح فكيف بالإنسان العادي المواطن الذي ليس له لا حول ولا قوة كيف يستطيع أن يحمي نفسه ويحمي أبنائه ويحمي عياله وهم يتاجرون بالأطفال ويخرجون أطفال أعمارهم على ست وسب سنوات يأمرونهم بالخروج في الشوارع هذا حرام شيخ جواد حضرتك عضو لجنة حقوق الإنسان في برلمان البحريني وهناك مؤسسة بحرينية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان جمعية حقوقية مستقلة حدثنا عن يعني جاءت الكثير من الانتقادات على موضوع قمع الاحتجاجات التي قامت بالبحرين ومحاولة يعني يعني من مداهمات واعتقالات والدخول إلى بيوت وأمور كثيرة هذه كانت تقارير دولية طبعا من جمعيات حقوقية دولية تطلب من البحرين أن يعني أن يكون هناك نوع من حريات الرأي وأنه لا تدخل البحرين في هذه المعمعة وتريد تأكيدات من النظام في البحرين أنه لا يوجد المزيد من القمع تجاه هذه المظاهرات حضرتك في لجنة حقوق الإنسان حدثنا عن ما يحدث وكيف تتعاملون مع كل هذه التقارير الدولية بالنسبة إلى ما تم إنجازه من أجهزة مستقلة الكثير هناك الكثير ولكن قبل أن أتحدث عن تلك الجهزة المستقلة سوف أتحدث عن خروج المظاهرات والمسيرات يا سيدتي هناك بعض الطرق والشوارع هي طرق رئيسية والشوارع الرئيسية يرتادها الكثير حتى القسم من المقيمين الأجانب الدبلوماسيين كانوا أوجاليات أجنبية إضافة على ذلك هذه طرق مزدحمة دائما يعني مكتضة وتعج بمختلف السيارات الصغيرة والكبيرة والشاحنات تنظيم المسيرات في مثل هذه الشوارع والطرقات يسبب أضرار كبيرة جدا إلى أصحاب المحلات التجارية يا سيدتي هناك من خسر موارد رزقه في الواقع محلات كبيرة جدا كانت اليوم لا تستطيع أن تدفع حتى فاتورة الكهرباء حتى فاتورة كهرباء لا يستطيع المحل أن يقوم بدفعها لماذا؟ لهذه الدرجة تأثر الاقتصاد في البحرين؟ نعم لهذه الدرجة تأثر الاقتصاد ولكن ولله الحمد الآن عجلة الاقتصاد مستمرة والله الحمد تمت تنشيط الاقتصاد والمحلات باشرة أعمالها ولله الحمد اليوم أفضل البحرين من الأمس طبعا لكن أنا أقول يجب تقنين ويجب تنظيم المسيرات نحن لا نعارض لا نعارض فليفهم من يسمعني من السادة المشاهدين نحن لا نعارض التعبير عن الرأي ولا نعارض حرية التعبير بالعكس البحرين من الدول اللي راعت هذا الجانب ولذيها اتفاقيات موقعة على مبادئ باريس ولكن نحن نقول يجب المظاهرات أن تنظم يعني في أوقات لم تكن الشوارع مزدحمة في أوقات يجب أن تكون هناك رخصة للتظاهر حتى تقوم الجهات المعنية بالتنظيم لأن يا سيدتي هناك ما يسبب حوادث كثيرة تعطيل مصالح الناس وهذا شيء لا يمكن السكوت عنه تعطيل المصالح الوطنية العامة المتعلقة بالبلد أو متعلقة بالاقتصاد يعني احنا لا نعارض حرية التعبير عن الرأي ولا نعارض المسيرات ولا نعارض المظاهرات ولكن يجب أن تنظم نعم هناك مسألة أخرى أيضا إلغاء جنسية أكثر من 31 من زعماء المعارضة بتهمة الضرار بأمن الدولة ومنهم نواب عن المعارضة في البرلمان يعني هذا أثار ضجة دولية أيضا قبل أن أجيب اسمحي لي يا سيدتي قبل أن أجيب عن هذا السؤال سأستعرض الآن الأجهزة المؤسسات التابعة لحقوق الإنسان والمعنية بحقوق الإنسان في مملكة البحرين طبعا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تم إنشاءها واستحداثها المؤسسة الأخرى الأمانة العامة للتظلمات وحدة خاصة تعنى بالتحقيق في قضايا التعذيب تتبع مكتب سعادة النائب العام مباشرة تعديلات تشريعية لتعرف التعذيب وحرية الرأي وغيرها من الأمور وهناك منصبين مهمين جدا لمفتشين عامين في كل من مزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني هناك مفوضية السجناء والمحتجزين وهذه تعد من أفضل ما عد في دول الخليج يعني مو فقط في البحرين البحرين قامت بهذا الدور الكبير وهذا جهاز مفوضية السجناء والمحتجزين هذا فريد من نوعه في المنطقة ويهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحتجزين وفق المعايير الدولية ووفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين في باريس أو جنيف هل هذه المؤسسة وهذه البنوط جاءت يعني ردا على ما يقال عن مملكة البحرين بأنها لا تراعي مسألة حقوق الإنسان والحريات؟ لا هو بعضها كان موجود سابقا مسبقا كان موجود على أرض الواقع ويباشر أعماله ولكن هناك تمت إضافة العديد من هذه الأجهزة المستقلة والمكاتب مكتب المتابعة والتنفيذ أيضا موجود وهو مكتب جدا نشط ونحن في مجلس النواب دعينا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتمعنا إبها الأمانة العامة التي تظلمت اجتمعنا إبها طبعا وتابعنا معها الأخبار والأمور المتعلقة بالمساجين والمحتجزين أيضا مفوضية السجناء والمحتجزين تم الاتقاء بهم وعقد الاجتماعات وهناك متابعة حثيثة جدا وبشكل مستمر واجتماعات متتالية أحيانا نجتمع معهم نعم كان موقف الدول الغربية شيخنا الفضيل يعني موقف ينادي بإعطاء حرية التعبير والسماح بخروج الاحتجاجات في البحرين وعدم قمع هذه الاحتجاجات والمظاهرات هل تغير موقف الدول الغربية الآن من البحرين لا شك أن هناك في تغير كبير جدا طرأ على الساحة الدولية وأيضا حتى على الساحة البحرينية ما يوجد في الواقع هو من تغير كبير بالنسبة إلى القرارات الصادرة سواء كانت من بعض اللجان التحقيق أو اللجان التابعة أو الهيئات أو المنظمات التابعة لحقوق الإنسان عندما رفعت بعض التقارير التي أعطت صورة واضحة عن ما يجري في البحرين من أحداث ومن أمور لا شك أن هناك في تغير كبير جدا وأنا أتذكر بأن هناك من قبل يومين صدر بيان لوزارة الخارجية البريطانية في لندن بأنه سوف تقوم بسحب الجنسية ممن يثبت عليها أنه يمارس العنف والإرهاب هذا ردا على سؤالي حول إلغاء جنسية 31 معارض بحريني وهذا طبعا أمر واضح من الواضحات هذا أمر لا يشك فيه أحد طبعا كل ما ندعو إليه هو احترام القانون وتقدير القانون والدعم ودفع عجلة القوانين والتشريعات في مملكة البحرين ونحن نؤيد التظاهر نحن مع المسيرات نحن مع حرية الرأي والتعبير نحن مع المعارضة الصحية لكن يجب أن تكون معارضة معارضة صحية يجب أن تعمل وفق بيئة منظمة وفق بيئة صالحة وبصورة بمنهجية واضحة وصادقة حضرتك ذكرت في بداية حديثنا أن هناك أجنتات خارجية وهناك دول تود تخريب البلد لماذا؟ هناك لا شك هناك في بعض الدول المجاورة وهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدخل سافر في شؤوننا الداخلية وعلى ما أتذكر قمت بزيارة القائم بالأعمال الإيراني وزرته في السفارة أنا وزميلي النائب الساعاتي وتقدمنا له رسالة رسالة احتجاج على التدخلات الإيرانية ما يثبت أن إيران ما هو ردهم؟ هو قال أنا سأرفع هذه الرسالة إلى الجهات المعنية وإلى القيادة الإيرانية في طهران فأرد بأن هناك أيضا من يتدخل نحن لا نتدخل ولكن نحن نعتبر أنفسنا كوسطاء لحل الأزمة في البحرين نحن لسنا بحاجة يعني البحرين ليست بحاجة إلى أحد يكون وسيط إلى حل قضاياها ومشاكلها وأزماتها البحرين قادرة البحرين لديها كفاءة البحرين بوجود قيادتها الحكيمة وجلالة الملك العهل المفدة ورجل طيب وخلوق ورجل صدره واسع وقلبه يحوي الجميع وإحنا عايشين في البحرين والدولة ترعانة وكثير من الأمور الدولة تقوم بها لكافة المواطنين فأنا أقول الدليل على التدخل السافر الذي يتم عبر الإعلام مثلا بعض القنوات الإيرانية تبث قضية البحرين دأبت على بث أخبار البحرين 24 ساعة هذا أيضا يعد من التدخلات السافرة في الشؤون الداخلية للبحرين هناك أيضا من قبل يومين أصدرت للوزارة الخارجية الإيرانية بيان استنكاري على حل المجلس العلمائي أليس هذا التدخل يا سيدتي تدخل سافر؟ ما علاقة إيران بالمجلس العلمائي وما علاقة إيران بالبحرين معلش توضيحا للمشاهدين مجلس العلمائي منهم؟ هل هم يمثلون طائفة معينة في البحرين؟ ولماذا حل؟ مجلس يا سيدتي أسسه الشيخ عيسى قاسم وهذا المجلس حسب وجهة نظري وحسب استطلاع الرأي من الغالبية من شعب البحرين أن هذا المجلس مسيس مجلس مؤدلج يعتمد ثقافة معينة ويحمل فكرا بين جنباته وحدويا هذا المجلس يرجع مجلس إحادي ويرجع إلى نظرية الرجل الواحد وفكر الرجل الأوحد وإلى شخصية فردية يعني هي من تصدر القرارات وهذا المجلس أنا لا أرفض أن يكون هناك مجلسا إسلاميا ولكن يوجد الدولة أنشأت مجلس إسلامي أعلى ويقوم بشؤون الجميع نحن نقول أنا كبرلماني أقول يجب أن تكون جميع المنظمات والهيئات تحت مضلة القانون لا يمكن تصوري يا سيدتي أنا إذا أعزل بأشرة أشخاص وأذهب في زاوية معينة من زوايا البلد وأقوم بتأسيس مجلس إسلامي وأقول أنا هذا مجلسي الإسلامي أيضا زيد من الناس سيذهب في زاوية أخرى ويقول أيضا أنا سأأسس مجلس إسلامي كما أسس فلان مثلا فلا يمكن هذه فوضى هذه عبثية في القانون في القوانين والتشريعات وتقسيمات وهذه أمور يعني بعيدة كل البعد عن مبادئ وتقاليد وأعراف شعب البحرين وبعيدة عن القوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين يعني كل واحد زعل من الدولة وصار بينه وبين خلاف في هذا راح يسوي له مجلسه بروحه طيب والدولة سوت مجلس أنشأت مجلس إسلامي أعلى وهو يقوم بشؤون الجميع يقوم بشؤون الجميع فلماذا هذا إذن في لماذا لماذا أنا أؤسس مجلس وذلك أؤسس مجلس وهذا يؤسس مجلس لا يمكن هذا لا يمكن سكوت عنه لا يمكن أصلا قبوله هذا الأمر لا يقبل وهناك طبعا المكون البحريني يرفض أن يكون هناك تأسيس مجلس من عشرة أشخاص لا يتعدون حتى أصابع اليد يقومون بجمع الأموال ويقومون بجمع أموال الناس لازم يعني يجب أن يكون هناك الأمر هذا الأمر موضوع موضوع تحت مضلة القانون حتى يتم مراقبة الأنشطة وعمال المجلس هذه طبعا المراقبة أنا لا أقصد منها السيطرة والتسلط وإنما طبيعي الأمر أنت عايش في دولة مؤسسات وقانون لا يمكن أن تدوس على القوانين وأن تطأ قدم المواطن على تلك القوانين والتشريعات ويؤسس مجلسا مخالفا لا يكون في دائرة المسؤولية القانونية والشخصية طيب إذا شخص وقع عليه تعامل مع هذا المجلس وتعامل وقع عليه ظلم أين يذهب إلى أي سلطة يتحاكم مع هذا المجلس وهذا المجلس غير قانوني وغير مغرخص له ما يمكن هذا نعم يعني ذكرت حضرتك أنه يجب تغليب الحلول السياسية على الحلول الأمنية ولكن في ظل هذه الخلافات الكثيرة إلى أين تذهب البحرين أنا دائما وأبدا أقول بأننا كبحرينيين نضع يدنا في يدي في أيدي جلالة الملك رجل محب للخير والسلام ورجل محب للبحرين ورجل يغلب مصلحة البلد فوق كل المصالح فوق كل الاعتبارات سواء كانت اعتبارات شخصية أو فئوية أو طائفية نحن لا توجد لدينا طائفية في البحرين ولكن من خلق الطائفية هو من دعا بصوت واحد هو من يريد أن يخلق له هوية خاصة به هو من يريد أن ينشئ حكومة في داخل حكومة هذا هو من أخلق الطائفية لنا هو من تسببه في الشرق هو من تقسم الناس هو من جعل الناس قسمهم إلى فصتاتين وأكثر هو من وزع الناس هو من أطلق من على المنبر انتخبوا الكتلة الإيمانية هو من فسق الناس وهو من عطى رصيد الإيمان والتقوى إلى من ينتمي إليه فهل هذا يجوز؟ هل هذه من الديمقراطية؟ أنا أصعد المنبر وأقول انتخبوا الكتلة الإيمانية طيب وباقي الناس أهم فجروا؟ فسقوا يعني؟ ذكر جلالة ملك البحرين أن البحرين ما زالت تحترم الحريات والتسامح بين الأديان والثقافات يبدو أن هذا شعار تحملونه حتى حضرتك تحدثت عنه عندما نتحدث عن البحرين يعني تقريبا هل هناك أغلبية من طائفة معينة أم أنتم كل متكامل؟ نحن في البحرين كأسرة واحدة شعب واحد لا نصنف سننا شيعة لا أبدا لا نتحدث بهذه الأمور يعني في البحرين نحن شعب متعايش متجانس الشعب معتدل وسطي مثقف يؤمن طبعا بالحوار ومحاجرة الرأي بالرأي الآخر ويؤمن بالسلام والأمن والاستقرار هذا هو شعب البحرين شعب البحرين أصلا يعني هذه الأمور التي حدثت هذه أمور غريبة صدمت الواقع البحريني المكون البحريني هو مكون واحد شعب واحد أسرة واحدة شعب البحرين متعايش متسالم على جميع الأمور لا توجد ولا واحد بالمئة تفرق بين شعب البحرين ولكن من هو الذي أخلق التفرقة من هو سبب هذا الشرخ من خلق الحزازات من أشاع الاتهام من أشاع الفوضى من تعد على القوانين مثل ما تحدثت يا سيدتي لك منذ قليل قلت بأنه هو نائب رئيس الوفاق هو من كان يشرع القوانين ولما خرج من البرلمان دأس تلك القوانين بقدمه قال كل تلك القوانين أدوسها تحت قدمي ولا أعترف بها أنت من تشرع وتدوس القانون فشعب البحرين شعب متعايش لا توجد تفرق بينه والدولة ترعى الجميع الدولة حريصة على أن المواطن البحريني تقدم له كافة الخدمات والأمور والمستلزمات والمواطن البحريني إذا كانت لديه مطالبات فعليه أن يقصد الجهات المعنية والخاصة وهي الأمور التشريعية المجالس التشريعية البرلمان ومن يريد الإصلاح ينبغي عليه أن يلجأ إلى البرلمان وهم كانوا في البرلمان وكانوا يملكون 18 مقعد في البرلمان فلماذا لم يرفعوا تلك الأمور في البرلمان لماذا لم يطالبوا بالتغيير يعني أنه قال سيد الكريم أنه الشعب هو لديه الشارع ليعبر عن رأيه يعني هو لا يملك القدرة على أن يذهب إلى البرلمان أو يتحدث عن رأيه فلماذا يبنع مثلنا هناك ممثلين هناك صحافة حرة هناك أقلام لدينا كثير من وسائل التعبير عن الرأي لدينا مراكز لدينا صحافة مستقلة لديها حرية التعبير لدينا مراكز للتعبير عن الرأي في كثير من مواقع تواصل اجتماعي لدينا ولكن أنا أقول التعبير عن الرأي يجب أن يكون في حدود المسئولية يجب يعني هل هذا يا أختي يا سيدتي هل هذا هو التعبير عن الرأي؟ طبعا لا أنا أريد أن أعرف التعبير عن الرأي ما هو التعبير عن الرأي هو الذي يجلب مصلحة عامة يستفيد منها الجميع لا يجلب أضرار هذه أضرار يعني لما أنا أعبر تعبير عن الرأي أعبر بطريقة سليمة أعبر بطريقة صحيحة أعبر أتكلم بكلام طيب لا أتكلم بكلام ونعوت ما هو الحل للوصول إلى وضع أمني مستقر في البحرين؟ الحل هو كما قلت يجب إيقاف العنف المتصاعد يجب إيقاف الإنفعالية يجب إيقاف التدمير يجب إيقاف التخريب الآن الذي يصير على أرض الواقع في بحرين هل هناك رسالة موجهة للإعلام تفديدا؟ ويجب تصفية النفوس يجب التنازل عن الأفكار والنظريات التي لا يمكن تطبيقها في البحرين لا يمكن تطبيق تلك النظرية في البحرين تطبيق نظرية ولاية الفقه في البحرين لا يمكن وهذه الأمور تعد من الأشياء المحظورات والتي لا يمكن أن يتحدث بها أي مواطن بحريني أو يدعو إليها مواطن بحريني لا يمكن نظرية ولاية الفقه هي نظرية قديمة وقسم كبير من فقهاء ومراجع الشيعة لا يؤمنون بها ولا يرون أصلا للفقه ولاية عامة وإنما يرونها في الأمور الشرعية أنا عندما أتبع الفقه لا أتبع الفقه سياسيا لأنه فقه ليس في السياسة يا سيدتي فقه في الفقه في المسائل الشرعية في الحلال والحرام وليس فقه في الأمور السياسية وليس فقها في الأمور الاقتصادية وليس فقها في الأمور التنموية النائب الشيخ جواد بو حسين النائب في البرلمان البحرين وعضو لجنة حقوق الإنسان شكرا جزيلا على هذه المقابلة نتمنى أن تصلوا إلى حلول سياسية من أجل البحرين شكرا لك مشاهدنا نشكر حسن المتابعة وإلى اللقاء